وكترخيرك على السؤال ويمكن السؤال متكرر في حياة الناس وخلافه جماعة لبس الذهب حرام هو الحرير على الرجال حلال للنساء كما نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنسك النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بيمينه والحريرة بشماله وقال هذان حل حل لإناث أمتي حرام على ذكورها حرام على ذكورها إنما استثناء العلماء منه من الذهب المباح هو ما كان لضرورة طبية زي الدرس زي المصمار زي الحجل التي لها ضرورة أما ما كل ما ليست له ضرورة فهو من المحرمات الكلام ده يمكن لفتنا النظر إليك مررا وتكرارا إنما البليتت بقى أو المطلي لا ده ما يدخلش في التحريب لأن هذا طلاق وليس معدن هو التعويل أو مناط الحكم في المسألة المعدن نفسه الشيء نفسه فهو المطلي غير المعدن نفسه فما هو مطلي بالدهب أو لونه أصفر زي النظارة ديت أو زي الألم ده أو زي زي الدبابيز دي ده ما هيش دهب يعني يمكن هو لونه أصفر آه بس ما هيش دهب إنما هل اللي لونه أصفر هل اللي لونه أصفر يبقى حرام لا هل اللي مطلي حرام لا يبقى البليتت أو المطلي مش حرام اللي لونه أصفر مش حرام الدهب فقط كمعدن هو اللي حرام طيب نيجي بقى للعيار بتاعه ما فيش في الإسلام ما يسمى بالعيار عيار 18 عيار 24 عيار 19 الإسلام أطلقها في التحريم فمن أتى بتعيين بتعيين للمقدار عليه بالدليل فإن انتفى الدليل يصبح الحكم شامل لكل جنس الزهب يبقى الزهب اللي هو زهب كمعدن الذي يطلق عليه الزهب كمعدن هو اللي عليه مناط التحريم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى